هذا وقد قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من الهدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك وليس بحس بيك جمبي في كل مكان وصوتك في المكان بيرن وليس بحان وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني شهداء قدموا أرواحهم للوطن فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تساعدنا وتساعد أولنا نهاردة أنا مبسوطة جداً بيوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس وأن الرئيس منتناش وابتكرنا وضحاك ويسا وإحنا فخرين بيه وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك تعالى بحلمي من فضلك أفض فضلك هما اللي بيدحوا في سبيل الوطن وربنا علشان إن احنا نعيش في بيتنا متطمنين وقاعدين متأكدين ما حدش هيجي يتعد علينا يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناءً عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمامه بسان طيبين السيد الرئيس بعتلكم هلية دي من ناس بتاعدي الفترة وليا الفرق عشان من قبّم الهشتين أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة وحايا سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حاسين إن احنا فقدنا حياة داية دايماً يبقى فاكرنا كده على طول ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا نصدق جداً اللي هو فاكرنا مش ناسينا في الأعياد دايماً عشان بيقولوا اني بطل وابني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني الدولة دايماً متواصلة معنا وبتهتم بينا ودايماً مش ناسينا في أي حاجة ودايماً رئيس على تواصل دايماً مع أولاد الشهداء ودايماً فاكرين هم عدى وقت طويل قوي من طرف الاستشهاد وهم على تواصل معنا ما منسوناش أبداً ولي ما فرحش أيا ما طلبها واتماننا وحقه ما رحش دا ربنا وعده بالجنة كل ساننا انتو طايبين؟ طايبين دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عائل الفتو المباراة أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي لو لهم إحنا ما كانش زماننا عايشين والله يعني لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون فيه نجاح بيكون فيه طبحية لو طولت أزعك في الدنيا بحالة وقولهم أنا أم البطل وأنا أم الشهيد والصيد الرئيس يعني فاكني في يوم حلوي زي دهوت وكل سنة هو طيب وتنعاد عليه بخير وإحنا وراك في أي حاجة إحنا وراك أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي متشكرين على الهدية اللي هو فاكرنا دايما في أي مناسبة في أي حاجة مش بإنسانة أسرة الشهداء كلنا صراحنا الصيبة يعني الرئيس متأخر علينا في أي حاجة في أي مناسبة أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الرئيس متأخرش علينا حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يعمل ما يتأخرش أبويا وحق أمر عشد ربنا وعده بالجنة وليا الفرق عشد من قبنا الرشتين حاجة جميلة جداً من مرايح اللي بنا لسا فاكراني وكل مناسبة بتجيلي وبتقدم لهدايا مبسوطة جداً بتحتفلوا بالشهداء واخدين بالكم منهم والرئيس يعني حسيتنا أنه هو أب مش رئيس دولة لأه هو أب فعلا وحق أمر عشد ربنا وعده بالجنة وليا الفرق عشد من قبنا الرشتين أبويا مماتش أبويا سايد بجنة وحايد وليا مفرحش أيا مطلقها وبمانتان وحق أمر عشد ربنا وعده بالجنة وليا الفرق عشد من قبنا الرشتين أبويا مماتش أبويا سايد بجنة وحايد جاءت سليمان يوم العرب هدهدة أهدت إليه جراداً كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها باختصار الهدية من سيادة الرئيس قيمة جداً وعظيمة جداً أيا كانت هي الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعناوي اللي أهدهولنا إنه فاكر شاهدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد الهدية من سيادة الرئيس عظيمة جداً لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض لأنها وإنها وإنها وإنها